تعاني أكثر من خمسين قرية في مديرية حيس من مجاعة شديدة ومتراكمة منذ عقود الإمامة الأولى وبعد تحريرها لجأ الحوثيون إلى حصارها بحقول عشوائية من الألغام وصواريخ تستهدف المدينة فيما تحترق مخازن الأغذية العالمية المكدسة بالميناء دون إجراء أي تحقيق عن إحراقه وقال ناشطون من المديرية المحررة إن عائلات في حيس لجأت إلى أكل أوراق الشجر والثمار الصحراوية خوفاً من الموت بعيداً عن أعين المنظمات الإنسانية التي لا تعمل إلا في صنعاء عبر موظفين حوثيين أو من السلالة الإمامية المتعاونة معها تشهد مديرية حيس على الساحل الغربي في محافظة الحديدة مجاعة شديدة رغم قربها من ميناء الحديدة الذي تكدس فيه المنظمات الدولية المساعدات الغذائية لتفسد في المخازن أو لتنهب من قبل مجهولين قد يكونون من المنظمات نفسها وتغطي جريمتها بالحرائق مدينة حيس تشهد أزمة غذاء مستمرة ومع تحريرها قبل شهرين من التحالف العربي حولها الحوثيون إلى هدف لصواريخهم العشوائية ومزرعة كبيرة لألغامهم أما المساعدات العربية فهي لا تتجاوز التمور وسلال غذائية لا تسمن ولا تغني من جوع سكان محليون في مديرية حيس أطلقوا نداء عاجلا لإنقاذهم من مخاطر المجاعة والغام الميليشية جنوب محافظة الحديدة لإنقاذ أكثر من ثلاثين ألف شخص في المديرية من خطر المجاعة ودعا السكان في نداء تم توجيهه إلى منظمات الأمم المتحدة واللجنة العليا للإغاثة إلى إنقاذ ستين قرية وتجمع سكاني من كارثة إنسانية حقيقية وخطر مجاعة يهدد السكان هناك ولا أحد يعلم إن كانت المنظمات الدولية الإغاثية التي استلمت قرابة مليارين دولار من مؤتمر المانحين في جينيف الأسبوع الماضي ستسبق الموت إلى هؤلاء السكان أم أن الموت أسرع في وقت لجأت فيه عائلة من المنطقة إلى أوراق الشجر ونوى الثمار الصحراوية حسب الناشطين من المدينة ترجمة نانسي قنقر